ده بالنسبة للكومفدرالية الإفريقية النهاردة كان المفروض الزمالك هيلعب النهاردة مواجهة مع فريق السوار ألغين ومبارح الفريق حاول أن يأجل المباراة بسبب ظروف الترانزيت ومش عارف يطلع ويوصل إلى القاهرة لحد النهاردة الصبح ما كانش فيه أي جديد وكنا كلنا مستنين هيوصل ولا مش هيوصل وجمهور الزمالك بيسأل طب احنا نروح الستاد ولا الماتش هيتلغي لحد ما بدأت الخطوات الأولى لإعلان موقف المباراة اللي وصلنا بيه في النهاية لإلغاء المباراة لحين تحديد إيه اللي هيحصل في الفترة اللي جاية بس الأكيد يعني أنه الماتش مش النهاردة ما تلعبش ومش بكرة فالزمالك مسافر عادي لمواجهة الأهلي بس هذه المباراة ممكن تتلعب الأقرب أنه لا ما تتلعبش وتحتسب نقاط الزمالك أو المباراة للزمالك ويعتبر المنافس منسحبا لكن هنشوف موقف الاتحاد الأفريقي في الفترة المقبلة إيه تفاصيل القصة من الآلف للياء نفكركم بيها لحد ما وصلنا إلى أن الزمالك النهاردة ما لعبش وأنك لو كنت حجزت تذكرتك ففلوسك هترجع لك خلال ثلاث أيام عمل التفاصيل بتقول كالتالي أنه الأزمة بدأت بعد إلغاء المؤتمر الصحفي اللي كان المفروض يتعامل لسوار مبارح الساعة تمانية ونص بسبب تأخر وصول بعثة فريق سوار للقاهرة المغربي جمال كواشي مراقب المباراة قال للاتحاد الأفريقي رسميا أن الفريق ما وصلش الغيني عشان خوض المباراة وبالتالي ما تعملش كمان لاجتماع الفني أما باطل غينية فتقدم بطلب رسمي للكاف لتأجيد المباراة 24 ساعة الكاف أرسل خطبا على الفور للزمالك إيه رأيك عندك استعداد نأجل الماتش 24 ساعة مستحيل رفض قاطع لأن احنا مسافرين السعودية بكرة وبالتالي عندنا ماتش كاس نهائي يوم الجمعة فصعب يتأجل 24 ساعة ده رد الزمالك خاطب الزمالك بعدها الكاف إيه القصة الفريق جاي ولا مش جاي نروح الستاد ولا نقعد علشان نخوض المواجهة ولا الفريق مش جاي خلاص وأمان سوار رح أول موقف رسمي معلن قالوا إلى جماهير سوار نود أن نعلمكم بالموقف المتعلق باللقاء الزمالك المقرر له النهاردة بالرغم من جهودنا فوجدنا صعوبات صفر غير متوقعة أسرت على قدرة فريقنا على الوصول للقاهرة في الوقت المناسب وقالوا أن بعض المناقشات مع الكاف بشكل فعال لتأجيل المباراة فريقنا بيعود إلى غينيا من باماكو في مالي الترانزيت في انتظار رد الاتحاد الأفريقي على خيار التأجيل ونستعد بقى دلوقتي لماتشنا اللي جاي هناك في غينيا مع ميلو افسي قالوا إحنا بنقدر دعمكم وتفاهمكم في الوقت العصيب وسنطلعكم بالأخبار الجديدة فور توفرها الزمالك تلقى اختارا رسميا من الكاف بإلغاء المباراة نادي الزمالك قال أن مسؤول الاتحاد الأفريقي سيعقدون اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم القرار النهائي الخاص بالمباراة الكاف أعلن بشكل رسمي عدم إقامة مباراة الزمالك ضد صوار الغيني قائلا لن تجرى مباراة الزمالك ضد صوار اللي كان مقررا لها النهاردة الساعة 9 وقال في البيان بتاعه أن القضية عرضت وتحولت للهيئات المختصة من أجل اتخاذ قرار بشأن إلغاء تلك المباراة تشيرك التذكرتي علشان الناس اللي سألت طب إيه القصة إحنا كمان فقالوا أنه إلغاء مباراة الزمالك والسوار وفقا لقرار الكاف وعليه سيتم استرجاع سمن التذكرة خلال ثلاثة أيام عمل النهاردة بكرة بعده تكون التذاكر سعرها مسترد يعني للمتابعين إن شاء الله لكن تبقى النقطة اللي ممكن تبقى صداع بالنسبة للزمالك هو أهمية المباراة النهاردة من الناحية الفنية كبروفا أخيرة استعدادا لمواجهة الأهلي لأنه بكل تأكيد مواجهة فيها تنافس فيها حضور جماهيري غير ما تشويدي ممكن يستبدل بيه أو تدريبات ياخدها الزمالك في المملكة العربية السعودية بداية من الغد ثلاث ماتشات بس لعبها جوزي جوميز مع الزمالك الإسماعيلي في الدوري الداخلية في الدوري بينهما أبو سليم الليبي في الكنفدرالية فكان ماتش النهاردة فرصة لاندماج أكتر لعناصر الفريق وفرصة لمشاركة لاعبين ما كانوش بيشاركوا الماتشات اللي فاتت فيبقى كون انطباعات أكبر في مواجهة الأهلي ده كله ما بقاش موجود النهاردة لكن ممكن يكون استغل بقى في راحة وفي تجهيزات أكثر هدوءا للسفر بكرة وبالتالي دي النقطة اللي ممكن تكون مؤثرة للزمالك بينما استعاض عن المباراة النهاردة بمباراة ودية ما بين اللاعبين وبعضهم جوزي جوميز المدير الفني للنادي الأبيض